لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تواضع كل شيء لعظمته واستسلم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً ومرحباً بكم مع حلقة جديدة من عقيدتنا نتكلم فيها عن دليل آخر من أدلة الإيمان تكلمنا في الحلقات السابقة عن أدلة الإيمان بالله سبحانه وتعالى وهي أدلة تدل على الله سبحانه وتعالى وتدل على صفاته فالله سبحانه وتعالى جعل في كل شيء آية تدل على ألوهيته وتدل على ربوبيته من هذه الأدلة التي نتكلم عنها دليل النبوة الرسالة أن الله سبحانه وتعالى اختار الأنبياء والرسل فكلهم جاءوا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى ودعوا إلى الإيمان بإله واحد قادر عليم دعوا الناس إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى الحكيم وأيدهم الله سبحانه وتعالى بالمعجزات الدال على صدقهم وهذه المعجزات من الأدلة التي تدل على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فالكون فيه قوانين عادية مثها الله سبحانه وتعالى في الأشياء وعبط بينها والله سبحانه وتعالى هو الذي يخرق هذه القوانين عن طريق المعجزات التي أيد الأنبياء بها ما من نبي إلا وقد أيده الله بمعجزة لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وكان الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إليه وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن أنبياء الله سبحانه وتعالى أيدوا بالمعجزات بالخوارق التي تدل على صدقهم بما يدل على أمانتهم بما يدل على أنهم أوحي إليهم من الله سبحانه وتعالى بما يدل أنهم عسل الله سبحانه وتعالى فهم عسل من الله أخبروا عن الله وأخبروا عن صفاته تكلموا عن الخالق سبحانه وتعالى فكلامهم عن الله مؤيد بالدليل وهذا الدليل من خلال المعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم الأنبياء معجزة لأن معجزته باقية إلى يوم القيامة لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن المعجزة هي دليل الإيمان بالله سبحانه وتعالى فما أعطاه الله لنبينا من القرآن هو معجزة خالدة هو معجزة باقية هو معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام هي دليل على الإيمان بربنا سبحانه وتعالى كل نبي من الأنبياء أيد بنوع من هذه المعجزات معجزات كثيرة عندما انتشر الطب أيام سيدنا عيسى عليه السلام أيده الله سبحانه وتعالى بمعجزة من نوع من تشر وساد فيما بينهم فكانوا متفوقين في هذا الجانب فكان يحيي الموتى بإذن الله عندما انتشر السحر أيام سيدنا موسى عليه السلام انتشر السحر فأيد الله سبحانه وتعالى بآية أيد موسى عليه السلام بآية تدل على صدقه تدل على أنه ما يأتي به هو وحي من الله سبحانه وتعالى فأيده الله بمعجزة من نوع ما شاع في عصره كانوا يسحرون الناس من خيال التخييل للناس وإهام فجاءت المعجزة من سيدنا موسى عليه السلام أن العصى تحولت إلى حية وبدأت تسعى إذن هذه كلها معجزات وعندما علم عن العرب فصاحتهم وعلم عنهم قدعتهم اللغوية والبلاغية والفصاحة والبيان فنزل القرآن بلغتهم وبكلامهم وبأحرفهم ألف لام ميم كافها يا عين صاد صاد قاف هذه الكلمات التي يتكلمون بها وهذه الأحرف فجاء القرآن معجزا في هذا الجانب لذلك عندما نتكلم عن المعجزات نتكلم عن قوانين خرقها الله سبحانه وتعالى نتكلم عن عادة الله أنه أجر الكون إذا نظرنا إلى الكون هناك سنن ثابتة في الكون سنن كونية سنن عادية سنن في الحياة سنن في الممات سنن في الإبتلاء سنن في الأشياء وفي أجناسها وفي أصنافها وفي قوانينها التي تحكمها فالله سبحانه وتعالى كان يخرق للأنبياء هذا القانون كيف خرق هذا القانون؟ النبي بشر ولا يستطيع أن يغير شيئاً وأعطاه الله قدرة البشر النبي لا يستطيع أن يغير شيئاً من قوانين الله سبحانه وتعالى الكونية قدرة محدودة كالبشر ولكن الله سبحانه وتعالى يؤيده بما يدل على نبوته وعلى رسالته وما جاء به من إيمان وتوحيد لله سبحانه وتعالى فعندما نتكلم عن موسى عليه السلام قال ربنا سبحانه وتعالى وأراد أن يظهر على يديه معجزة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصائي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى ألقى العصة العصة جماد ألقاها فإذا هي حية تسعى تغيير في جنس الشيء كيف يتحول الجماد إلى حياة كيف تتحول هذه العصة إلى شيء يتحرك ويسعى حية تسعى هذا لم يكن سحراً السحر معروف وله قوانينه المعروفة علم يتعلمونه فيه شعوذة فيه إيهام للناس يسحرون أعين الناس كما كان يفعل فرعون وقومه كما انتشر بين سحرة فرعون فكانوا يتميزون بهذا الجانب أنهم يسحرون الناس يلقون العصة فتتحول إلى حيات يتخيل للناس وهي في حقيقتها لم تتغيير حقيقتها لم تتبدل السحر لا يغير الحقيقة ولكن معجزة الله سبحانه وتعالى أنه جعل هذه العصة تتحول حقيقة إلى حية وهي تسعى آية معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون العجيب في الأمر والدليل على هذه الآية أن السحر عندما نظر فوجدوا أن هذا ليس من السحر وليس من أعمال السحر هذا أمر يخرج عن قدرتهم هذا لا يمكن تعلمه بالسحر فخروا سجداء لله سبحانه وتعالى وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون آمنا دليل إيمان عندما يتغير جنس الشيء الله سبحانه وتعالى عندما يجعل من الجماد أو يجعل في الجماد حياة فلذلك هم أعلى من ناس بالسحر ووجدوا أن هذه لا يمكن أن تكون من صنع البشر ولا يمكن للسحر أن يأتوا بهذا لذلك خروا ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين آمنوا بالله من خلال مشاهدتهم لهذه الآية المعجزة الخارقة التي لا يمكن للسحر فضلا عن الناس العاديين أن يأتوا بمثلها بمثلها من الآيات كذلك التي أيد الله سبحانه وتعالى بها أنبياءه ورسله ما جرى على سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار نحن ننظر إلى النار كيف تحرق لو وضع الإنسان يده في النار تحترق لا يمكن قانون عادي أجراه الله سبحانه وتعالى شيء طبيعي أنه لو وضع يده في النار تحترق يلقى سيدنا إبراهيم من أجل أن يحرق يجمع الحطب ثم يلقى في النار قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين تأتي المعجزة من الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كوني بردا وسلاما على إبراهيم بدلا من أن تحرق تكون بردا وتكون سلاما أمانا ثمأنين فيها لا تحرق نبي الله سبحانه وتعالى فهذه معجزة خارقة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى بيّنها الله سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم لتكون دليلا على نبوته وما جاء به من إيمان بالله سبحانه وتعالى الخالق والذي هو على كل شيء قدير آية أخرى نحن نتكلم عن سبب ومسبب عندما ننظر إلى النار وننظر إلى الأشياء هناك أسباب لكن من وراء هذه الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى لذلك هو الذي يغيّر النتائج النار لو وضعت يدك فيها ستحترق ولكن الله سبحانه وتعالى نزع منها هذا التأثير فلم تحرق لو نظرنا إلى البحر هل يمكن له أن يمشي عليه؟ هل يمكن للبحر أن يتحول يبساً طريقاً واضحاً؟ كما وقع لسيدنا موسى عليه السلام هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً لا تخافوا دركاً ولا تخشى فالله سبحانه وتعالى أمر سيدنا موسى أن يسير ببني إسرائيل ثم بعد ذلك يضرب البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم آية معجزة البحر ينفلق طريقين إلى قسمين ثم يسير عليه ثم يأتي بعد ذلك فرعون فيغرقه الله سبحانه وتعالى ومن معه إذن آية معجزة من آيات الله سبحانه وتعالى آية أخرى لنبي آخر وهو نوح عليه السلام نوح لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كانت الآية من الله سبحانه وتعالى فأخذهم الطوفان وهم ظالمون كان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ما أمن معه إلا قليل لم يؤمن به إلا عدد محدود حتى هناك من أهل من لم يؤمن به فأراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر آية عظيمة فأمره الله سبحانه وتعالى أن يصنع السفينة ينظر إليه قومه يستهزئون به يمرون عليه صباح مساء ماذا يصنع؟ ماذا عسى أن يفعل بهذه السفينة؟ كيف ستسير؟ صحراء مكان ليس فيه ماء فتأتي آية الله سبحانه وتعالى فيجري الله سبحانه وتعالى السحاب ويخرج الماء من الأرض ينابيع فتفيض المياه ثم بعد ذلك يركب في السفينة هو ومن آمن معه من أهله ويحمل فيها من كل زوجين ثم بعد ذلك يسير في البحر آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى لو نظرنا إلى العادة كيف ستسير هذه السفينة؟ فأجراها الله سبحانه وتعالى بعد أن أنزل الماء وأخرج الأرض وفجر الينابيع فسارت ثم تأتي الآية من الله سبحانه وتعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين بعد ذلك غارت هذه المياه لم يعود هناك مياه لأن الله سبحانه وتعالى أجرى هذه المياه آية تدل على صدقه تدل على ما جاء به من إيمان بالله سبحانه وتعالى فالله الذي أمره أن يصنع السفينة هو الذي أجرى المياه وهو الذي جعل المياه تغيض مرة ثانية وترجع إلى ما كانت فيه آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى معجزة يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحود وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين الله سبحانه وتعالى أرسله إلى أهل نينوى فكان يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك لم يستجيبوا لهم فخرج غاضبا وركب في البحر فألقوه فكانت آية الله سبحانه وتعالى أن يأتي الحود ويلتقمه ويمضي عدة أيام في بطن الحود آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى يعيش في بطن الحود وهو يسبح الله سبحانه وتعالى ثم يلقيه بعد ذلك ثم ينبت له شجرة من يقطين يخرج سقيم فيهيئ الله سبحانه وتعالى له آية ويهيئ له الطعام آية ومعجزة من آيات الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى عليه السلام أرسله الله إلى بني إسرائيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخعون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين عندما غال النصارى في المسيح عليه السلام نظروا إلى هذه المعجزات وهي آيات هي تأييد من الله سبحانه وتعالى نظروا إلى خلقه وإلى ما أيده الله سبحانه وتعالى به من معجزات فهناك من غال فيه ورفع قدره إلى منزلت الألوهية والربوبية وهو عبد من عباد الله ولكنه مؤيد بمعجزات كما أيد الله سبحانه وتعالى موسى وكما أيد محمد عليه الصلاة والسلام وكما أيد نوحا وإبراهيم أيد سيدنا عيسى عليه السلام بمعجزات أنه كان يأتي بطين يجمع هذا الطين فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله لذلك سيدنا عيسى عليه السلام كان يقول وأحيي الموتى بإذن الله كلما تكلم عن آية من آيات الله سبحانه وتعالى وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فهذا الأمر ليس من مقدور البشر أن يفعل ذلك ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى فكان يحيي الموتى أنه كان هناك تقدم للطب كما أسلفنا هناك تقدم شديد فجاء بآية يعجز عنها الأطباء وهي أنه يحيي الموتى فكان يجمع هذا الطين ويصوّعه ثم ينفخ فيه فيكون طيرا فيبعث الله سبحانه وتعالى فيه الحياة ولكن كل ذلك ليس بقدرته وليس بإمكانياته لأنه بشر لأنه نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى ولكن الله أيده بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أيده الله بالمعجزات الكثيرة وكانت أعظم معجزة هي معجزة القرآن ما جاء في القرآن هو معجز إلى يوم القيامة وأيده الله بالمعجزات المادية والحسية اقتربت الساعة وانشق القمر فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى القمر فينشق ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما جاء في كتاب الله من أخبار عن الأمم السابقة عن الأنبياء وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الحوادث التي تقع وما جاء فيه من إعجاز وأخبار تدل على صدقه وأنه من عند الله سبحانه وتعالى تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب هذه الآية تنزل وأبو لهب بينهم تنزل وتتكلم عن مصيره سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فما هذا الإعجاز؟ كان يستطيع أبو لهب بكلمة واحدة أن يرد كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أنا مؤمن أنا مسلم ولو كان بالكلام لذلك أحد الغربيين كان يقول كان يستطيع أبو لهب بكلمة واحدة أن يبطل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولكن تأملوا على إعجاز القرآن أنه يعلم أن أبا لهب لن يسلم ولن يدخل الإيمان إلى قلبه لذلك سيصلى نارا ذات لهب وما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من عجائب المخلوقات في القرآن وما تكلم فيه من أسرار عجيبة في البحار وما تكلم فيه من أسرار في السماوات وفي الأرض من هذه الأسرار التي تكلم عنها خلق الإنسان في زمن القرن السابع الميلادي لم يكن هناك تطور في قضايا الطب لم يكن هناك تطور في قضايا علم الأجنة فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم وحيا من الله سبحانه وتعالى فيتكلم عن مراحل خلق الجنين كيف يمر الجنين بمراحل؟ كيف يكون نطفة؟ مضغة؟ علقة؟ مخلقة؟ غير مخلقة؟ ثم يكون عظاماً؟ ثم يكس هذا العظام؟ بعد ذلك ثم ينشئ الله نشأ آخر؟ هذه التفصيلات لم تعرف إلا في القرن العشرين لم يكن أحد يطلع على هذه التفصيلات ما يجري في بطن الأم من تطور للجنين لذلك هذا إعجاز من الله سبحانه وتعالى أحد العلماء الغربيين الذين كانوا يتكلمون بعلم الأجنة كيث مور ألف كتاباً يعتبر من أعظم الكتب التي تتكلم عن مراحل خلق الجنين وبدأ يفصل في هذا الكتاب فكان الكتاب الأول في العالم عندما ألفه وترجم هذا الكتاب إلى ثماني لغات كان يتكلم ويشرح على أنه توصل إلى نظرية جديدة إلى اكتشاف أنه يبين مراحل خلق الجنين حوره علماء المسلمين وقالوا له عندنا آيات تتكلم عن هذه المراحل مرحلة مرحلة فقال أين هذا؟ قالوا في القرآن في كتاب الله الذي أنزل على محمد قال من أين لمحمد أن يأتي بذلك؟ فكر فقال محمد كان يملك تولسكوباً ضخماً كان يملك جهاز يستطيع من خلال هذا الجهاز أن يصل إلى أعماق خلق الجنين وإلى هذه التفصيلات ثم فكر فقال في القرن السابع لم يكن هناك تطوع ولم يكن هذا الجهاز ولم يكن هناك أي تقدم في هذه الجوانب فمن أين أتى بذلك محمد؟ لا شك أن الله أخطره وكانت النتيجة أنه آمن وأنه أتبع في كتابه الآيات القرآنية التي تتكلم عن خلق الإنسان فإذن هذه الآيات وهذه المعجزات التي أيد الله سبحانه وتعالى الأنبياء بها هي من أعظم الأدلة على الله من أعظم البراهين على الإيمان بالله والإيمان بصفاته اللهم إننا نسألك الهداية والتوفيق إنك سميع قريب مجيب الدعاء والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو لك كنت أباءً يا رب أو فاسقاً أو شقياً والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب والمرء من غير دينين يا رب لم يسوى في الكون شيئاً يا رب